قام الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من أبطال القوات المسلحة والذين أصيبوا أثناء أداء لمهامهم في التصدي للإرهاب بمدن شمال ووسط سيناء ونقل القائد العام لقوات المسلحة تحية وتقدير الرئيس السيسي وتمنياته لهم بالشفاء العاجل مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل مهمتها في القضاء على ما تبقى من الجماعات الإرهابية وتضيق الحصار على الخارجين على القانون قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من أبطال القوات المسلحة والذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم ويخضعون للعلاج حالياً بالمجمعين الطبيين للقوات المسلحة بكبر القبة والمعادي واطمأن القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمصابين وتمنيته لهم بالشفاء العاجل مؤكدا أن رجال القوات المسلحة لا يدخلون جهدا في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وحفظ الأمن في مختلف ربوعه معربا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء ومن جانبهم قدم المصابون الشكر والتقدير للفريق أول محمد زكي على هذه الزيارة مؤكدين أن الإصابة لن تثنيهم عن العودة والاستمرار لاستكمال مهامهم المقدسة من أجل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات